بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة معرض لوجيسماد يرجع بقوة في دورته الحادي عشرة ثلاثة أيام من اللقاءات والمؤتمرات والندوات تتمحور حول الاستراتيجيات اللوجيسية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية بحضور أربعة آلاف زائر محترف تكون هذه مناسبة لكي جميع المتدخلين من القطاعين يحسنون التنافسية اللوجيستيكية المغرب التنافسية اللوجيستيكية لها دور جد مهم بالنسبة للاقتصادنا بحيث أنه تتأثر على القدرة التصدير المغرب بعدما أصبحت اللوجيستيات في قلب استراتيجيات الشركات والتحديات الإقليمية وسيادة الاقتصاد الوطني يسهر معرض لوجيسماد على تقديم حلول عملية يتم عرضها على جناح المعارض والشركاء بمشاركة ما يقارب مئة عارض سيطولي واحد اللاتاكس اللي تتسمى بطاكس كاربون اللي هي أنه أي منتج أو أي منتوج اللي غادي يدخل أوروبا لازم يخضع لهذه اللاتاكس كاربون وما كانت قليلة فالمنتوج يمكن له يكون عنده واحد تنافسية كبيرة لهذا بين هذه المحورين اللي كانين جيو سياسي وكذلك البيئة فكانت تحديات كبيرة بالنسبة للمغرب منذ تفشي وباء كوفيد-19 تواجه اللوجستيات اختباراً قاسياً نتيجة تعاقب الأزمات التي أثرت على عدد من الافتراضات التي كانت تستند إليها النماذج اللوجستية سابقاً إجراء تغييرات جذرية لمواجهة تحديات اليوم والغد ضرورة محتمة يساعد معرض لوجستيات مختلف الفاعلين على تحقيقها ترجمة نانسي قنقر